الصباحي وشوتنا الرئيسي الخاص بالثنايا القعدان يستعد للانتناقة ويطلق الشوت في هذه الاثناء وأرحب الزميل العزيز معلي العنزي بسم الله الرحمن الرحيم بالله نبدأ وعليه نتوكل ومنه سبحانه نطلب التوفيق والسداد والنجاح شكرا لزميل محمد بمريك المري متابعين مشاهدي قناة الريان الفضائية الناقلة لهذا السباق الكبير سباق المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه حيث يلتقي الكبار اليوم في هذا الصباح صباح الثلاثاء الموافق للسابع والعشرين من ديسمبر عام الفين وستعاش لهذا اليوم الذي يوافق لي الثامن والعشرون من ربيع الاول عام الفين واربعمائة وثمانية وثلاثين للهجرة لقاء الكبار مع اشواطنا الخاصة بهجي اصحاب السمو والشيوخ والسعادة حيث مثل مسافة الثمانية كيلو مترات مع سن الثنايا تابعنا اول اشواط صباح هذا اليوم الشعار الادعم الكبير كان حاضرا مع فن بقيادة احد عمالقة التضمير واحد فطاحلة مضمر الخليج السلطان محمد بن سالم الوهيبي معلنا بداية انتزاع اول الاشواط مع هذا الشعار العملاق ليهدي العشاق الشعار الادعم الكبير ناموس الشوط الاول تهانينا والناموس لهذه المؤسسة العملاقة مؤسسة هجن الشحانية على فوز وانتزاع الشوط الاول وهني ايضا المضمر العملاق سلطان محمد بن سالم الوهيبي متابعين الكرام يبدأ شوطنا الاول الرئيسي في فترتنا الصباحية الخاصة بسن الثنايا نبدأ مع المركز الاول طبعا اليوم الثمانية كيلو مترات جوائزنا الستة الاشواط الاولى لها سيارات بعد ذلك جوائز نقدية قيمة في هذا الصباح نبدأ مع المركز الاول مع شعار هجن العاصفة على المركز الاول ومدلل يقود الاسماء في هذه اللحظة هجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدامر محمد بن راشد المكتوم مالك هجن العاصفة يقود مدلل في حملية التضمير غياث الهلالي الجانب الاخر يحمل شعار هجن الشحانية وشباب على المركز الثاني لهجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري مطفوق يتدخل في هذه اللحظة لهجن الشحانية مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي ويتدخل من العمق وينطلق لفان لهجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد بن عبدالله الحطية شعار الرئاسة من الجانب الاخر يحمل اسم ما يخاف يحمل شعار الرئاسة ويقوده علي بن ميل الوهيبي في عملية التضمير هذه المراكز الخمسة الاولى متابعين الكرام هذه المتعة وهذه الإثارة شوفوا اللقاء شوفوا لقاءنا مع هذه المؤسسات العملاقة مؤسسة هجر الشحانية والعاصفة والرياسة يا لجمال هذا اللقاء الأخوي الكبير الذي يجمع بين هذه الأقطاب الثلاثة وهذه المؤسسات العملاقة في هذا العالم الساحر حيث يضفي وجود هذه المؤسسات النكهة وأيضا متعة المتابع وعشاق هذا العالم الساحر يا سلام هذه الأسماء الكبيرة وهذه المؤسسات العملاقة الحاضرة معنا في هذا السباق الكبير سباق المؤسس طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته قلوا آمين الله نعود لنعلن المراكز الخمسة الاولى متابعين الكرام مرة أخرى على حضراتكم بقيادة مطفوق مع شعار هجن الشحانية ويقود سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي أرى من الجانب الآخر من الجانب الآخر شعار الرئاسة يتدخل في هذه اللحظة ليعلن انطلاق ما يخاف بشعار هجن الرئاسة التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بقيادة علي بن جميل الوهيبي أحد خبراء التضمين أيضاً أحد الخبراء وأحد المميزين وأحد المفدعين في هذا الحالم الساحر علي بن جميل الوهيبي بالمركز الأول ولكن تغيير تغيير الدلل يمدلل الدلل يمدلل شعار العاصفة التابع لسمو الشيخ حمدامر محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي الحاضر في هذا الصباح شعار محمد دلل في أول أشواطي صباح هذا اليوم يقود غيات الهلالي يا سلام أجواء ضبابية مميزة أجواء إن شاء الله بنقول إن شاء الله بإذن الله تعالى سيكون إن شاء الله الموعد مع هذه الأسماء في هذه الأجواء الضبابية المميزة مع هذا الصباح بمتعة وإثارة لكل عاشق ولكل محب لهذه الرياضة العربية الأصيلة يا سلام يا سلام الشحانية الشحانية تقدم اسمين اسمين لفام معنا ومعنا مطفوق اللي غير إلى المركز الثالث وهذا هو مطفوق على المركز الثالث بشعار هجن الشحانية مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي أيضاً أحد خبراء التضمير وأحد العمالقة قدم هذا الاسم مع هذا الشعار الكبير قدم الأسماء الكل يعرف سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من خلال ما قدم من أسماء عملاقة مع هذا العالم الساحر يا سلام المركز الرابع اللفان على المركز الرابع الشعار هجن الشحانية يقود محمد بن خالد من عبدالله العطية بنقول الحوت الحوت المتابع لهذا الاسم العملاق الحوت محمد بن خالد من عبدالله العطية وننتقل إلى شعار هجن الشحانية اللي غير في هذه اللحظة وانطلق إلى المركز الرابع حاملاً هذا الشعار الكبير منطلق مع شباب مرحباً بشباب شعار هجن الشحانية مع ذهبي سالم بن فاران المري هذا هو أحد حمالقة التضمير سالم بن فاران وأحد الخبراء وأحد الذهبيين أيضاً مع هذا العالم الساعر ومع هذه الرياضة العربية الأصيلة وين وصلنا؟ عند المركز الخامس يعني خلاص يعني خلاص بنعود بنعود أجواء ضبابية مميزة في ميدان التحدي منذ مساء البارحة ونحن نعيش أجواء لندنية أجواء ضبابية بنقول بنقول يا أبو بريك مدينة الضباب موقع منطقة الضباب الشحانية منطقة الضباب منطقة ضبابية ولا أروع في هذا الصباح ومساء البارحة حيث أيضاً الأجواء يتخلى لها لقاء أبناء الخليج في هذا الميدان في هذا الميدان ميدان التحدي وأيضاً نتابع المقدمة بنعلل المضمرين نعلل لكم يا مضمرين يا الكرام ثلاثة كيلو مترات لوحة ثلاثة كيلو مترات عبرنا من أمامها وتجاوزناها وبدأنا بدأنا بالهبوط التدريجي نحو خط النهاية مرحباً 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 الله نشوف المركز الأول شعار العاصفة أحد الشعارات الخطيرة الله مرحباً بسيلين سيلين وصل مرحباً بسيلين كنت على الموعد مع سيلين هنا في هذا الشوط كنت أنتظر حضورك يا سيلين مرحباً بك وبحضورك مرحباً بسيلين صاحب الإنجاز صاحب التاريخ المشرف هذا هو سيلين فل يرى الجميع حضوره في هذا الشوط ما شاء الله شوفوا سيلين انطلق في صدارة بدأ يباعد يباعد المسافة في هذا الشوط مع شعار هجن الشحانية بقيادة عملاق المضمرين عملاق المضمرين قاد وقدم وحضر مع فن في أول الأشواط في صباح هذا اليوم وهو في هذه اللحظة يحضر مع سيلين بالفعل الكبار مع الكبار الكبار مع الكبار ال bloqueبي هذا هو ال bloqueبي سلطان بن محمد بن سالم ال bloqueبي يحضر مع هذا الاسم العملاق ننتقل إلى المركز الثاني مدلل على المركز الثاني هجن العاصفة غياث الهلالي في المتابع المركز الثالث يصل في هذه اللحظة أول ندالي جمر لهجن الشحانية محمد بن خالد من عبد الله العطية المركز الرابع متابعين الكرام ما يخاف لهجن الرئاسة التابع لدولة الامارات العربية المتحدة بقيادة علي بن جميل الوهيبي تغيير حصل في هذه اللحظة مع الجير لهجن العاصفة غياث الهلالي في المتابعة ويصل في اول نداء على المركز الخامس شاهين لسمو الشيخ الزاع بن سلطان بن زايد الهيان مع الجن تلمان احمد بن خلفان بالصائغ المزروعي اعود الى المركز الاول حالة الضبابة يا ابو سعيد حالة الضبابة بيننا وبين سلين حالة الضبابة والله العظيم حالة بيني وبينك يا سلين هذا هو سلين الله المسافة 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 قرابة ميتين متر بينه وبين المركز الثاني يا ابو شارب بينه وبين المركز الثاني الله هذا هو سيلين هذا هو سيلين حيث الكبار ومع الكبار بالفعل على الموعد على الموعد اليوم على الموعد قالها الوهيبي قالها لي الوهيبي على الموعد مع سيلين يقول سيلين حاضر في الشوط الأول في الشوط الأول الشوط الأول غير وسيلين غير والشحانية غير الله تمر الليالي والشهور ولا أرى جنوني بها يزداد إلا تمادية فأشهد عند الله أني أحبها فهذا لها عندي فما عندها لها هذه الشحنية هذا هو سلطان الوهيبي هذا هو سيلين 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 على الموعد سيلين في أول الأشواط يحضر مع الوهيبي يحضر العملاق كعادته دائما في الأشواط الرئيسية يا سلوم تهانين والنموس من هذه اللحظة نزفها على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة الريان لكل محب الشعار الأدعم الكبير على فوز سيلين بالمركز الأول بالفعل كان حاضرا مع الموعد كان حاضرا مع الشوط الرئيسي الأول ليعلن للجماهير ليعلن لعشاقي هذا الشعار الكبير انتزاعي وفوز سيلين وكان بالفعل على الموعد كما قال سلطان الوهيبي على الموعد مع سيلين في أول الأشواط تهانين والنموس فوز سيلين بالمركز الأول تهنيا للعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي الذي حضر مع فن في الشوط الرئيسي وحضر مع أيضا سيلين في هذا الشوط الرئيسي أيضا تانينا والنموس أيها الإخوة المتابعون على الهواء مباشرة لهجن الشحانية على فوز سيلين بالمركز الأول المركز الثاني المركز الثاني الجير لهجن العاصفة المركز الثالث شاهين لسموه الشيخ الزاعة من سلطان بن زايد النهيان المركز الرابع المركز الرابع مدلل لهجن العاصفة المركز الخامس المركز الخامس يجمر لهجن الشحانية تهانينا والنموس متابعينا الكرام مشاهدينا في كل مكان لهجن الشحانية على انتزاعي وفوز سيلين بالمركز الأول وتحقيقه للنموس في صباحي هذا اليوم بالفعل شعار هجن الشحانية التوقيت الزمني لحظة توصول سيلين إلى خط النهاية 12 دقيقة 31 ثانية 4 زامن الثانية هذا هو توقيت سيلين تهانينا والنموس لهجن الشحانية التهنية لمن قدم وحضر مع سيلين سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي وبالفعل يا العملاق كنت حاضرا كعادته كما قلت في الأشواط الرئيسية وبالفعل سيلين كان على الموعد تهانينا والنموس 12 دقيقة 42 ثانية 6 أجزاء من الثانية كان الجير كان الجير لهجن العاصفة مع غياث الهلال تهانينا لمؤسسة هجن العاصفة على فوز الجير بالمركز الثاني 12 دقيقة 44 ثانية وفاء وكمالا شاهين الحاضر والضيف من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان مع الجن تلمان أحمد بن خلفان بالصائغ المزروحي تهانينا ونعم وسل جن